موسيقى أهلا بكم عزيزي المشاهدين إلى حديث المساوى نركز لهذه الليلة على تقارير الخبراء الدولي الذي كشف عن مقتل أكثر من ألفين طفل جندتهم ميليشيا الحوثي في حروبها الظالمة على اليمنين أيضا الامتحدة قالت أنها وقعت اتفاقا في إبريل الماضي مع جماعة الحوثي لمنع تجنيد الأطفال وأن الجماعة قد تلتزم بهذا الاتفاق الذي يلزم الجماعة بعدم تجنيد الأطفال لكن من الواضح أن ميليشيا الحوثي أيضا تكرس المراكز الصيفية هذا العام والعام التي سبقت لاستقطاب الأطفال وتجنيدهم في إطار الميليشيا وزج بهم إلى الجبهات عن هذا الموضوع عن المراكز الصيفية وعن تجنيد الأطفال يسعدنا أن نرحب معنا في الاستيديو بالأستاذ أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفول أهلا بك أستاذ أحمد وأيضا نرحب بالقاضي دكتور أحمد عطية وزير الأوقاف السابق أهلا بك دكتور أحمد أحمد الله نعم إذن عزائي المشاهدين نتابع هذا التقارير الذي يرصد جانبا من مآسي الأطفال في ظل سيطرة الميليشيا وتجنيدهم أيضا من خلال المراكز الصيفية في الجبعات تعبئة وتحريض على العنف والكراهية ثم تدريب على السلاح بعدها يساق الأطفال إلى الموت في جبهات القتال هذه هي المراكز الصيفية الحوثية من مخبئه وعبر شاشة تلفزيونية خاطب زعيم العصابة الحوثية عبد الملك الحوثي حجدا من أتباعه في جامع الصالح بضرورة الدفع بأبنائهم إلى المراكز الصيفية قائلا إنها أهم من الطعام والشراب مع كل عطلة دراسية تعمل ميليشيا الحوثي على استغلال طلاب المدارس باستدراجهم إلى المراكز الصيفية التي تنفق عليها أموالا طائلة وتحشد لها عبر وسائل الإعلام ومنابر المساجد وتوليها اهتماما بالغا بعدما عملت وبشكل ممنهج على تدمير قطاع التعليم بتحويل المدارس إلى ثقنات عسكرية وتفخيخ المناهج بأفكار دخيلة وتجويع المعلمين وتشريدهم تتخذ الميليشيا الحوثية من هذه المراكز حواضن لنشر أفكارها المتطرفة في أوساط النشئ والأطفال وغسل عقولهم وتسميمها بثقافة العنف والإرهاب وخرافة الحق الإلهي تركيز العصابة الحوثية على صغار السن وقطاع التعليم يأتي ضمن استراتيجية إيرانية تهدف من خلالها إلى إعادة تشكيل المجتمع في المناطق الخاضعة لسيطرتها طائفيا وخلق جيل متوحش ومتجرد من القيم الوطنية والإنسانية وبولاء مطلق للمشروع الفارسي التوسعي المسمى بمحور المقاومة في تقريرها الأخير مطلع العام الجاري أكدت لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن أن الحوثيين يستغلون المراكز الصيفية والدورات الثقافية لحج الأطفال والمراهقين وتعبئتهم بخطاب الكراهية وتشجيعهم على الانضمام للقتال التقرير قال أيضا إنما يقرب من ألفي طفل جندهم الحوثيون لقوا حتفهم في ساحة المعركة في الفترة ما بين يناير كانون الثاني 2020 ومايو آيار 2021 كما أن لهذه التعبئة الحوثية نتائج خطيرة تبرز في مناطق سيطرتها من خلال حوادث مروعة لأبناء قتلوا آباءهم أو أقاربهم دون شعور بالذنب بل تفاخر بعضهم بجريمته باعتبارها تقرب لله وطاعة لسيدهم إذن هل يدرك الآباء أي مستقبل ينتظر أطفالهم وهل ينتبهون إلى خطورة هذه المراكز الصيفية على أنفسهم أولاً ثم على المجتمع والبلاد بشكل عام أهلاً بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى وبالفعل موضوع خطير وتعدى المراكز الصيفية هي فقاصة لاستقطاب الأطفال إلى الجبهات الحوثية والتي تؤدي بالكثير منهم الفيطة خلال العام الماضية رقم ليس بالقير ربما الرقم أكثر من ذلك أستاذ حمد القرشي ما هو واجب لنقل المجتمع للتحذير من هذه المراكز الصيفية وأيضاً من استقطاب الأطفال للجبهات الحوثية أولاً فيما يخص الأرقام التي تعلنها الأمم المتحدة فهي تمثل نسبة متدنية جداً مما هو حاصل على الأرض فعلاً لأن الأمم المتحدة لديها معايير فيما يتعلق بالإفصاح عن أرقام الضحايا هذه المعايير تقوم على أساس ما تم التحقق منه بشكل تام من خلال شهود وقائع وإلى آخر وبالتالي وإذا نظرنا إلى كون عمليات رصد وتوثيق الانتهاكات والقراءة ضد الأطفال محدودة للغاية وتتكاذفها أيضاً أهواء أطراف النزاع التي عسكرت الكثير من منظمات المجتمع المدني لصالحها فإننا سنجد بأن نسبة الأطفال الذين يتم الإفصاح عنهم سواء قتلى أو جنود أو غير ذلك هي تمثل ما بين 5 إلى 10% وربما أكلم من ذلك مقارنة بالرقم الحقيقي الذي يحصل على الأرض نظراً لأن غالبية هذه الجرائم يتم التكتم عليها كأسرار عسكرية وخوفاً أيضاً من أن الإفصاح في مثل هذه القضايا سيتسبب بنوع من تحشيد المجتمع ضد هذا النوع من التجنيد وبالنسبة لسؤالك فيما يخص كيف يكون التوعي بما يخص واجب الأسرة والمجتمع والبراكسة في أمراً واقعا أعتقد أنه في ظل عجز مؤسسات حماية الأطفال سواء المؤسسات الحكومية مثل الأمن والقضاء وغير ذلك أعتقد أيضاً منظمات المجتمع المدني التي حيدت بشكل كبير جداً وتم التركيز على الإغاثة مقارنة بحقوق الإنسان وحماية الضحايا فإن الأسرة تتحمل مسؤولية كبيرة جداً الآن في حماية أطفالها فهي الركيز الأولى وهي اللبنة الأساسية أيضاً في أن تحمي أطفالها من خلال توعيطهم على إطار الأسرة عدم السماح لهم بالالتحاك بمراكز الصيفية بالتجنيد بعض المراهقين الآن تأخذهم موجة التحريض الحماسة الحماسة التي تبثها الزوامل وتبثها الأعمال الدرامية تبثها المساجد تبثها الدورات الصيفية تبثها أيضاً الحصص التي يتم تدريسها للأطفال داخل المدارس أيضاً على مدى سنوات الكثير من المراهقين يجدون في هذا بطولة إلى جانب أنها نوع من أنواع سبل المعيشة أو تحسين سبل المعيشة في ظل انعدام الأعمال ومصادر الداخل لكثير الأسر لكن هذا لا يمثل مبرراً فأنت أمام أن تحصل على مصروف يومي تلقي بطفلك أو بإذنك تخسره إلى الأبد أو يأتي معاكاً وإلى ذلك نعم إذن الأسرة هي تتحمل هي الأساس هي الأساس في ظل ضعف مؤسسات الحماية الدولة والحكومية الحكومية وغير الحكومية نعم نعم سأعود لك أستاذ أحمد القرشي وأيضاً نذهب إلى القاضي دكتور أحمد عطية وزير الأوقاف السابق الأمم المتحدة قالت أنها وقعت اتفاقاً مع مليشيا الحوث يقضي بمنع تقنيد الأطفال أعتقد أن هذا الأمر كافي لحماية الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين شكراً جزيلاً لقناة يمن شباب وأنا أعتقد أن هذا الموضوع بغاية الأهمية لأنه الذي عانينا في الفترة الماضية فيما يتعلق بوضوع الأطفال ليس بالأمر السهل قبل أن نجيب على السؤال حباً نعرج على نقطة أن الإنقلاب الذي حصل في اليمن لم يكن إنقلاباً سياسياً على كل سلفكم فقط وإنما كان إنقلاباً سياسياً واجتماعياً ودينياً وثقافياً والهدف من هذا الإنقلاب كله إحداث تغيير دمغرافي متكامل في اليمن وهو ما نسير فيه الآن للأسف الشديد منذ حوالي ثمان سنوات وقد عانت الطفولة وحصلت على الجزء الأكبر من هذا التغيير أنا كنت تقريباً الساعة الخامسة اليوم في أحد القنوات الفضائية كنت أقول الذي عمره ثمان سنوات أيام الإنقلاب في 2014 الآن عمره قرابة 16 عام معنى ذلك أن أمام ناجيل ينشى على هذا الفكر المتطرف هذا الفكر العنصري الذي يقوم على الفتنة الطائفية يحتاج من اليمنيين جهد كبير ومضاعف أعظم من أعدادهم للمعركة العسكرية في تخلية عقول هذا النشع وهذا الجيل وهؤلاء الأطفال من هذه الأفكار الملوثة نحن في اليمن ويعرف الجميع أننا لم نكن نعرف هذا الفتنة الطائفية كنا اليمنيين على مذهبين زيدي وشافعي ولا يوجد خلاب بين الزيدي والشافعي كل واحد يصلي خلف الآخر عندما جاءت جماعة الحوثي الإرهابية ولبست المذهب بلباس إيراني إمامي 12 بحث وأخلته من مفهوم الوطنية ومفهوم الجمهورية بدت هذه الفتنة اليوم الأطفال الذي يزج بهم لم يذهبوا من ذات أنفسهم يتبدأ فكرة في الدماغ ويغير فكره وتغيير الفكر أخطر من تغيير العبادة العبادة معالجة تأمر سهل لكن تغيير الدماغ والمخ والفكر عندما يدخل فيه رأس الطفل يجده كل من أمامه يعتبر مشروع موت الأب، الأم، الأسرة، القرية، المجتمع بأسره نحن في الحرب الأخيرة التي حصلت في بيحان في محافظة شبوة أتذكر أنهم مسكوا بعض الأسرة أطفال لا يتجاوز عمرهم 13 عام فيسألون ما الذي جابكم إلى هذه المناطق؟ ما الذي جابكم إلى هذه المحافظات؟ قالوا نحن جئنا نقاتل اليهود والنصارى هذا التغيير الديمغرافي في رؤوس الأطفال من المتسب فيه؟ جماعة الحوذي العالم اليوم يتفرج على هذا القضاء المبرم وهذا الإعدام الشامل لمفهوم الطفولة ونشأتها وبراءتها ولم يحرك ساكل الأسف الشديد وهو ما نعاني فيه منذ ثمان سنوات لم نسمع إلا شجب واستنكار وتنديد لكن أن يزج بالأطفال إلى محارق الموت وإلى المعارك الخاسرة وإلى حمل السلحهم بهذا السن ويسحبون من المدارس ومن بيوت أهلهم هذه جريمة بامتياز جريمة ضد الإنسان جريمة ضد الخليقة جريمة ضد كل شيء جميل وحسن في هذا الوجود نعم إذن الحوثي يستهدف الأطفال وبالفعل تغيير العقول والأفكار هو هدف رئيسي لهذه الجماعة باعتبار أن الأفكار هي التي تنتج بعد ذلك الأفعال لكن هناك تركيز على تقنيد الأطفال وهناك ادعاءات من قبل المتحدة بأنها وقعت اتفاقاً مع الحوثيين لمنع تقنيد الأطفال حتى في الأدوار الدعم وقالت أنها تمهل الميليسي ستة أشهر لخراج كل الأطفال من المنظومة العسكرية للحوثيين تجد أن هذا الاتفاق كافي للحوثي سيلتزم مثلاً كل المبعوثين يا أخي الكريم المتعاقبين وعددهم أربعة واحداً تلو الآخر تسلم لهم ملفات من قبل المنظمات مثل منظمة سياج وأنا عندما كنت على رأس وزارة الأوقاف سلمت ملف متكامل مارتن غرفف بما يتعلق باستهداف دور العبادة والمساجد والشباب فئة الشباب والأطفال الصغار في مسألة تحريضهم ليس على المجتمع اليمني فحسب هذا الذي يحزنه أن التحريض حتى على المجتمع الأوروبي الآن الطفل هذا هو ما يدرن شعار الموت الأمريكا والموت الإسرائيل أنها سياسة تستخدمها جماعة الحوثي وهي كذب وخداء والحوثي يعرف أن هذه مسألة ربما تنطلل على السدج أما نحن كيمنين خبرنا الحوثي في كل مراحلة من بداية الإنقلاب ومن الحروب الست وإلى يومنا هذا لكن هذا الأطفال الذي أمامكم في التقرير قبل قليل عندما يسمع الموت لأمريكا الموت الإسرائيل هو ينشأ بقلب مليء من الحقد والبغضاء والكراهية لكل ما هو أجنبي للأمريكي للفريطاني للألماني للفرنسي للمجتمع الأوروبي وما يدرم خطورة هذا السياسيين يعرفون أن هذا الشعار هو شعار سياسي ويتلاقون أنهم الأمريكان في عمان وفي كل مكان لكن الأطفال هؤلاء كيف نستطيع نقنعهم ونقولهم عبد الملك الحوثي يكذب عليكم هذا الشعار سياسي وإلا في المجتمع الأوروبي هم والعرب متفاهمين على كل شيء المبعوثين يدركون حجم المأساة لكنهم إلى هذه اللحظة لم يحرقوا ساكن تجاه هذه الملفات الجامدة التي وضعت في أدراجهم ولم تخرج إلى هذه اللحظة ذنب من؟ ملايين الأطفال يذهبون محارق الموت اليوم صحاري الجو صحاري مارك الجبال تعز أو دية الضال عملية بها ولا الأطفال لا يسألوا عنهم أهل لا يسألوا عنهم وزارة الدفاع التابع الحوثيين لا يسألوا عنهم القيادات العسكرية هم يعتبرون أن هذا الطفل حيث ما ذهب وحيث ما مات سيذهب إلى الحور العين في الجنة وهكذا يمنونهم بهذه الأمانة الخرافية نحن يا أخ عبد الله همان مأساة كبيرة جدا هذه المأساة لم تطال الساسة بحسب وإنما طالت أولادنا وشبابنا نحن ستتقطع قلوبنا أسى وحسرات لأن هؤلاء في آخر مضافهم أولادنا أبناء اليمن وشباب اليمن وأطفال اليمن يذهب بهم هذا المجرم من أجل إمفاذ مشروعة الذي يليته مشروع يمني لكنه مقاول بامتياز عند مشروع الملالي في طهران ومستمر في هذه المقاولة ويريد أن ينزع اليمن من هويته العربية والإسلامية إلى هوية مختلفة تماما عن هوية آبائنا وإجادنا الذي تربينا عليها نعم سأعود إليك دكتور أحمد عطية وأعود إليك أستاذ أحمد القرشي الممتحدة عند هذه النقطة نفسها أعتقد أن أداها جيد حين وصلت إلى هذا الاتفاق مع الحوثي مثلا فيما يتعلق لحماية الأطفال مربما الأمر لا يزال قاص أعتقد أن السؤال يفترض أن يطرح أيضا على مسؤولين في الأمم المتحدة ما بدان جاعة مثل هذا الإجراء لكن من خلال الوقائع على الأرض نقول بأنه لا يصلح أن الشخص الذي يمارس الجرم تطالبه بأن هو يكون هو يكون أداة للتعافي من هذا الجرم هذه مسألة أيضا فيما بعد حتى الاتفاق هذا وقدنا بأن أشئة مراكز صيفية ويأني بثة مقاطع الأطفال يتم تدريبهم على السلاح في داخل المدارس وما إلى ذلك معنى أن العملية مستمرة فقط تحصل على التموين نحن نعم نحن مثلا كأخو براء في حقوق الإنسان أيضا نقول بأن معالجة هذه المشكلة لا تتوقف فقط على مجرد رفع الصوت باتهام الحوثي فقط المسؤولية أنا أعتقد مسؤولية مشتركة على جميع الأطراف مسؤوليات مشتركة على الحكومة المعترف بها دوليا عليها مسؤولية التحالف العربي عليها مسؤولية كل في إطاره يعني لا يوجد طرف خالي من المسؤولية بمعنى اليوم أغلب تركيزنا في معالجة قضية بالغة خطورة الحوثي هو الذي يقلني تركيزنا فقط مش على الحوثي وبس أيضا على نتائج هذا التجنيد يعني عدد القتلى أيضا أنه هذا ارتكاب يريم ما الذي قدمنا كحلول نحن بحاجة إلى أن نقدم حلول مثلا يعني إذا جئنا نضرب مثال ستقولوا متعدم الاتفاق مع الحوثي للتوقف عن التجنيد أحد الحلول لا يمثل حلا وحيدا إذا صدقت جماعة الحوثي والتزمت بهذا الاتفاق لكنها تقولوا أن الحوثي لا يمثل حلا أنشأوا مراكز جديدة بثوا مقاطع لتدريب أطفال أنا أريد أن أصل إلى نقطة كم نسبة ما يخصص من دعم للبرامج التي تؤدي إلى حماية الأطفال برامج الحماية مثل تعزيز التعليم تعزيز المواد الثقافية التي يمكن أنها تعمل نوع من المقاومة والممانعة والتصدي وتوعية الأسرة والمجتمع ضد تجنيد الأطفال وغيرها من الانتهاكات ما مدى أو ما يخصص لهذا مقارنة مثلا بالإغاثة الإنسانية المتعلقة بالغذاء مثلا والمسكن وإلى ذلك أضف إلى ذلك ما يخصص وهو نسبة ضئيلة جدا فيما يتعلق بالحماية يذهب غالبا إلى الرصد والتوثيق يتم التركيز على الرصد والتوثيق لماذا؟ لأن كل طرف من الأطراف يخشى أو يحاول أن يستخدم هذه المعلومات ضد الطرف الآخر فالحوثي لديه منظمات ترصد وتوثق والطرف الآخر لديه منظمات بينما بقي الضحايا في الوسط لا توجد لهم معالجات حقيقية على الأرض ناجعة يعني ثمان سنوات على سبيل المثال وكثير من المنظمات محلية ودولية ترصد وتوثق وتعلن تقارير ما الذي ترتب على هذا توجد معالجات عملية حتى الآن المدارس لا تزال منظورة للخراب منظورة للدمار المراكز الصيفية المناهج الدراسية نفسها يعني الآن لما تفتح مناهج دراسية تجد ملغمة مليئة بتحفيز الشباب والأطفال على الصراع وعلى القتال وعلى الموت وتحبيبهم في ذلك واعتبار من يخالف ذلك كافر ويستحق الموت منافق ومرتزاق وما إلى ذلك وبالتالي نحن اليوم ندعو من هنا إلى مسألة معالجة معالجة أسباب ونتائج هذه المشكلة هو الأولى يجب أن يتم التركيز على هذا وإلاءه الدعم اللازم من خلال الأمم المتحدة من خلال المنظمات الوطنية وما إلى ذلك من خلال المؤسسات الحكومية كوزارة حقوق الإنسان كمثلا الشباب والرياضة التربية والتعليم الشؤون الاجتماعية والعمل هذه كلها يفترض أن تكون لديها رؤية استراتيجية حتى الآن للأسف الشديد لا توجد رؤية استراتيجية أستاذ عبدالله رؤية استراتيجية جامعة تلم كل هذا كل هذه المكونات أن يتعلق مثلا في الجانب الحكومي لخطة وطنية وخطة وطنية متكاملة وتقدم حلول للأسف الشديد يا أستاذ ما يتم استثمارها من أموال خارج اليمن الآن لو تم توجيهها فعلا إلى معالجة الأسباب الجوهرية لما ينتجه هذا الأداء الذي يستهدف الأطفال في حياتهم وفي مستقبلهم ومستقبل البلد والمنطقة فإننا سوف نخفف من هذا كثيرا وأحب أن أشير إلى نقطة بالغة الأهمية في تقديره وهي أن ما يتم زرعه الآن في عقول الأطفال الذي أشار إليها معالي للوزير أن ما يتم زرعه اليوم سوف ينتج مرا وعلقما ودماء ودموعا لا تتوقف عند اليمنيين فقط ولكنها تهدد الأمن القومي الوطني والإقليمي مصر متضررة السعودية متضررة الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر المجتمع الدولي وبالتالي يفترض أن على هذه الدول عندما تتعامل مع قضايا الأطفال أن تتعامل معها من منظور أمنها القومي لا من منظور الشفقة والإحسان على اليمنيين أيضا الإبتعاد عن عمليات الفرز والتصنيف ولمنظمات وأيضا الفساد في داخل المؤسسات التي تقوم بتوجيه هذا الدعم أيضا يؤدي إلى تهدار أموال هائلة جدا وطاقات وقدرات هائلة وتحييد الكثير من المؤسسات ومن القدرات ومن الأفكار التي يمكن ما إن تم تفعيلها أنها سوف تحد البعض قد يقول مثلا ما الذي تستطيعون فعله والميليشيات مسيطرة وليس فقط في جماعة الحوثي أيضا هذا سؤال في ميليشيات أخرى سأنتقل به إليك لكن بعد الفاصل ما الذي يمكن فعله في إطار سيطرات الميليشيات ليست فقط ميليشيات الحوثي نقول في مناطق أيضا هناك ميليشيات أخرى وكيف يمكن العمل في ظل سيطرة هذه الميليشيات لحماية الأطفال أن تنتقل تغياب الخطة الوطنية وتغير موجودة الرؤية الدولية أيضا قاصرة رؤية استراتيجية دعم مشاريع وبرامج الحد من نتائج هذه الجرائم والانتهاكات تكاد تكون منعدمة نعم سأعود إليك أستاذ أحمد القرشي وما الذي تقترح أيضا لحماية الأطفال في مناطق سيطرة الميليشيات جميعها سواء الحوثية أو الميليشيات الأخرى إذن نذهب إلى فاصل أعزائي المشاهدين ومن ثم نعود لمواصلة هذه الحلقة عن الطهولة وعن التجنيد الحوثي للأطفال وكذلك أيضا تغيير المناهج وإلى ذلك هذه مشكلة ليست مشكلة راهنة وإنما أيضا مشكلة مستقبلية لليمن ولليقليم وأيضا ربما للعالم تكون أبقوا معكم أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى ومعزائي الحديث عن الطهولة وعن تجنيد الأطفال وكذلك أيضا المراكز الصفية التي يهتم من خلالها تجنيد هؤلاء الأطفال أيضا عن تغيير المناهج للمدارس الدراسية لنقوة الفصول الدراسية الأولى وهذه أيضا مشكلة أخرى قد نعاني منها أيضا في المستقبل دكتورة مدعطية يتفق الجميع أن هناك قصور في أداء اللي نقول بعوثين الدوليين ومتحدة الدول المؤثرة أيضا تجاه اليمن في حماية الطفل لكن أين هي لنقول الخطة الوطنية أيضا لحماية الأطفال وحتى أيضا الاهتمام بالأطفال في برنامج هناك لا يوجد برنامج على الأقل في قدوة الأعمال الحكومات اليمنية المتعاقبة في ظل الحرب أنا أتفق معكم مع الأخ أحمد بأنه في إخفاق كبير في جانب الشرعية في مواجهات مثل هذا الفكر لأنه كان على أقل تقدير أن الوزارات المعنية في الحكومة اليمنية أن تفتح مراكز صيفية في المناطق المحررة أقل تقدير نحصن الجيل الذي لم تطاله يد الحوثي مباشرة وحتى لا تطاله عبر الإعلام لأن الحوثي معه ما يقرب من عشر قنوات نحن معنا القنوات يعني ربما تعد بالأصابع القنوات الرسمية ثنتين والقنوات الأهلية مثل قناتكم هذه الليل هادور عظيم وكبير في مواجهة هذا الفكر وبجوارها قناتين حقيقة هذه مأساة لأنه لا تستطيع أن تواجه الفكر لا بفكر مثله الحوثي في الجانب الإعلامي في الجانب الثقافي في الجانب الفكري شقال على قدم وساك القصور الذي حاصل عند المبعوثين لأنه في آخر المضاف هو أجنبي لكن ما حق جلدك سيضفرك ولا يستطيع أن يدافع عن قضيتنا غيرنا وحتى الحليف الذي يأتي يساعدك هو لن يحل محله لكنه سيسهل لك سيدعمك سيساندك وبالتالي نحن عندنا قصور كبير جدا في جانب الشرعية فيما يتعلق بمواجهة هذا الفكر وإلا كان المفروض أن المراكز الصيفية الآن قد بدأت تفتح الحوثي حتى في وقت الدراسة تخيل عنده مراكز شقالة نعم أيضا الصباح يدرسوا مدارس حكومية وبعد العصر المركز الصيفي وبعد المغرب حلقات القرآن الكريم بالمسايد وهكذا يعني نشاط مستمر من أجل غسل أدمغة هؤلاء الجيل نحن أصحاب الحق وأصحاب الجمهورية ومن ندعي بأننا يعني مع الوطن كان الأولى بنا أن نسخر جهودنا كبيرة في هذا المجال لأن المعركة ملحوظة على مساره معركة عسكرية يقودها رجال الجيش ورجالات اليمن والقبائل المشاركة بمساند التحالف العربي ومعركة فكرية ومعركة أيديلوجية وهي ما يتبنىها رجالات الإعلام والعلماء والصحفيين أمثالكم وسناع القرار وسناع الفكر وأصحاب الكلمة المسموعة في العالم هم من يصير في هذه المعركة الأخرى لكن للأسف أن المعركة الأولى العسكرية من إخفاق إلى إخفاق والمعركة الفكرية لم يقم بها إلا من باب التطوع ربما تجد ناشط في الفيسبوك أو مثلا شخص كل يوم يظهر في قناة من القنوات بدافع شخصي أو دافع وطني لم يكن من الجانب الرسمي الجانب الرسمي يحتاج عادة نظر ونحن نأمل ونتمنى وقلنا هذا الكلام عندما التقينا برئيس مجلس القيادة قلنا لابد تتغير الاستراتيجية في مواجهة الحوث فكريا المفروض إذا وجد مليون ريال مثلا يبسى من نصفين نصف مليون للجانب العسكري والنصف الآخر للجانب الفكري الحوثي لم يستطع نجيش الناس إلا بعد أن غير أمزيتهم وأفكارهم وأدمغتهم عندما أقنعهم أنه صاحب حب وأنه مرسل من الله وأنه مع الحق الإلهي المزعوم المدعى نزلوا يقاتلون حسب هذا الكلام وبالتالي كيف نستطيع عفوا أن نقنع الناس أن يواجه الحوثي والجانب الفكري عندنا ضعيف نعم إذن تولي الأولوية للجانب الفكري وتنصح أيضا مجلس القيادة الجديد أن يولي أيضا هذه المسألة الكثير من الاهتمام المعركة الفكرية حماية الأطفال أيضا من التضليل ومن الضخ الإعلامي وأيضا عبر المدارس من قبل الحوثي شكرا لك دكتور أحمد عضي عطية وزير الأوقاف السابق أستاذ أحمد عضي أنت اقترحت أن هناك برامج قد يمكن العمل عليها لحماية الأطفال في ظل سيطرة الميليشيات كيف شوف يفترض أن تكون هناك حزمة متكاملة من المعالجات لا نكتفي فقط بمجرد تحويل هؤلاء الضحايا إلى أرقام وإحصاءات في التكارير ولا نتفي أيضا بمجرد العويل والبكاء والصراق أنه والله ضحايا ومش عارف إيش يفترض أن تكون هناك برامج على الأرض من هذه البرامج برامج فيما يتعلق بالتربية والتعليم في الإعلام في منظمات المجتمع المدني السوشال ميديا تمام ولا لا برامج اقتصادية تمكن الناس من التعافي الذاتي من الصمود تخرج الناس من مربع الهشاشة الكبيرة في الجانب الاقتصادي الذي يدفع بالكثير وأنا في اعتقاد أعتقد أنك أن غالبية الشباب والمراهقين والأطفال الذين يذهبون الآن ليس فقط من باب القناعة الفكرية وإنما من باب الحاجة الاقتصادية يا أخي الحاجة الاقتصادية الآن تدفع ببعض الفتيات والنساء إلى احتراف الدعارة واحتراف مثلا الجنس عبر الإنترنت والجنس المباشر من أجل أن يأكلين هذه إشكالية للأسف الشديد أيضا الحكومة المعترف بها دوليا خلال ثمان سنوات لم نشهد أنها اعتمدت مبدأ الكفاءة والتكنقراط في تولية الأشخاص على الأقل في الوزارات ذات الصلة المباشرة بحقوق الطفل مثل التعليم وغيرها من الوزارات أيضا لا تولي مؤسسات المجتمع المدني الاهتمام اللازم أنشئت منظمات قريب فلان صاحب فلان من تنظيم فلان من حزب فلان واستبعدت المنظمات العاملة في الميدان بالتالي أصبحت الساحة فارغة للميليشيات المسلحة سواء عند الحوثي أو خارج مناطق سيطرة الحوثي بأن تتصرف نعم تجد أن المتحدة قادرة على العمل على برامج مثلا لنقول برامج اقتصادية تحد من ذهاب الأطفال أيضا والعوائل نرسل أبنائهم إلى البراكة الصفية ومن ثم إيضا إلى الجبهات هذا السؤال يترتب عليه سؤال آخر هل هناك تقييم للأداء فيما يخص برامج الحماية والإغاثة والمساعدة الإنسانية الطارئة حتى ولو كانت بسيطة مثلا هل هناك تقييم لمدى نجاعتها وأين مكمن الخلل وأين مواقع الضعف وكيف نقويه يعني تخيل عندما يعني يتم مثلا ضخ مليارات الدولارات سنويا باسم المساعدات الإنسانية بينما لا زالت الإشكالية قائمة لا زلنا نعاني يعني زيادة تسرب الأطفال من المدارس أكثر من ستة ملايين طفل الآن بلا مدارس زيادة الأطفال المجندين زيادة الأطفال ضحايا العنف زيادة الأطفال الذين لا يجدوا الحد الأدنى من الرعاية وبالتالي أين تذهب هذه البرامج الناس تشتكي حتى على مستوى الإغاثة الإنسانية التي يقصص لها الجانب الأكبر أين هي هل تمت مراجعتها الدول المانحة الدول التي تقدم دعم وأنا أيضا أتمنى أن المبادرة التي قامت بها دولة الكويت الشقيقة مؤخرا بأنها يعني تكلف ممثل لها لإدارة العمل الإنساني العمل الإنساني الذي تقدمه لليمن بصورة مباشرة أتمنى أن يكون هذا يعني مقدمة لمراجعة شاملة تحذو حذوها بقية الدول سواء الأجنبية أو العربية في أن يكون لها مشرفين وأن تكون هناك آلية ركابية يعني آلية ركابية تقوم على أساس ما هي النتائج التي تحققت مش كم أنفقت أنت لا تقلس تقول لي أنا أنفقت مش كأعرف كم مليار دولار علشان المساعدة الإنسانية لا ما الذي ترتب على هذا الأداء خلال سنة مثلا هل هناك تراجع في معدلات الجريمة في معدلات العنف هل هناك تحسن في مستوى معيشة الناس ولا إحنا ننفق في قربة مقطوعة فقط نضخ مليارات ولا نحاسب يا أخي أنا أعرف بعض الدول العربية الآن تضخ حشرات الملايين من الدولارات لأشخاص باسم يعني مساعدة إنسانية وما إلى ذلك ولا توجد أي آلية لمحاسبة ومراكبة هذا الأداء وهل وصل إلى المستحقين فقط يعني يركزوا على اللايكات وعلى الإعجابات وعلى المستات وعلى مش عارف إيش بينما على الأرض لا يوجد عمل حقيقي يعني مثلا أيضا أريد أن أذهب بك إلى نقطة مهمة للغاية أعتقد بأن الأطراف المسيطرة على الأرض سواء جماعة الحوثي أو غيرها من الفئات المسيطرة على الأرض في اليمن هي أطراف في الغالب لا تولي الحياة الاهتمام والقيمة وبالتالي تجدها تركز كل جهدها وكل إمكاناتها وكل نفقاتها على برامج الموت التجنيد حتى عملية المساعدة الإنسانية لا يساعد الإنسان إلا أنهر بضاعة موت كده على السرير ميت ظهره مكسور وإعطائه سلة غذائية أو سلة غذائية لجلب ابن أولي للجبهة لكن تحولك بدل ما تكون لنقوة المساعدة للأمم المتحدة كحال تحولك أيضا إلى استغطاء من قبال الحقيقي لو أديرت الموارد المتوفرة حتى لدى الأطراف الأطراف المشاركة في الحرب بصورة أساسية سواء الأطراف الوطنية أو الأطراف العربية والله لو أديرت هذه الموارد بشكل سليم لتحسنت كثير من الظروف لكن للأسف الشديد لا يتم إدارة هذه الموارد بشكل سليم وأنا أدعو أدعو الرئاسة الجديدة والحكومة المعترفة بهذا دوليا إلى مراجعة أداءها خلال السنوات الثمان الماضية وأن يتم يعني إيجاد رؤية استراتيجية وأن يتم إيجاد آلية لمراكبة وتقييم الأداء من خارج الذي ينفذ للأسف يا أخي الكريم أداء المنظمة تكتب سواء في حماية الأطفال أو في البرامج الأخرى في برامج الأطفال أو غيرها ليش؟ لأن الطفل هو يتأثر ببيئته يا أستاذ يعني اليوم مثلا إذا أردت أن أحمي الطفل يجب أن أركز على الكبار لأن الذي يضر الأطفال هم الكبار يجب أن أقوي مجتمع الكبار المحيط به كالأسرة والمجتمع المحيط وبالتالي عندما نقيم هذا الأداء أنا أكترح بأن يكون هناك آليات ركابية نزيهة ولديها الإمكانات ولديها الاستقلالية الحقيقية ويكون لمخرجات ونتائج ما تقدمها من تقارير وتقييمات للأداء على الأرض يكون لها القدرة على أن تحدث تغيير على أن تحدث تحسين في الأداء بما ينسجم كما قلت مع إيش ما الذي تحقك أنا اليوم مثلا عندما أدعم مثلا يعني برنامج لحماية الأطفال من التجنيد على سبيل المثال لا يفترض أنني أركز كم ضخيت من أموال لكن كم حديت أنا من عمليات تجنيدها ما الذي ترتب على هذا السؤال هو الغائب هذه الآلية هي الغائبة من أخذ أخذ ومن شل شل وأصبحت قضايا حقوق الإنسان وقضايا المجتمع اليمني منهبا لكثير من الناس يسترزقون بها ويحولونها إلى مصدر للإثراء بينما الناس يعانون ومعاناتهم تزداد يوما بعد يوم يجب أن يحاسبوا الأشخاص يعني الذين أداروا المساعدات الإنسانية في الفترات السابقة للأسف لا توجد لا توجد عندنا عالية أداة رقابية رقابية ولا حد لجان وطنية إن أحسن فله أجر وإن أساء فله أجران أنت فين تطرح يا خيروحك مع شخص يعني يقوم على ملايين الدولارات وهو بهذا الفكر المريض إن أحسن فله أجر وإن أساء فله أجران يعني يهدر لك مدري كم مليون دولار يعني كذب وسرق ونهب ولعب تمام وبعدين يقول لك يا أخي بذل جهد وجزاه الله خير يا أخي ما جزاهش الله خير والله الأموال التي أهدرت في اليمن من قبل بعض المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين لو أنه تم مراكبة وتقييم الأداء ومحاسبة الذين قاموا بإهدارها محاسبة حقيقية لو قدنا تحسنا في الأداء ولتحسن وضع الأطفال ووضع النساء ووضع الفئة الضعيفة والأمعاف يا رجال والجميع نعم الأستاذ أحمد القرشي رئيس منظمات سياج لحماية الطفولة شكرا أن أقول لك معنا هذا المساء كما أشكر أيضا عزال المشاهدين دكتور أحمد عطية وزير الأوقاف السابق وأشكركم بطبيعة الحالة عزال المشاهدين وأيضا أتمنى أعلى الأسر أن تركز على الأطفال أن تحمي أبناءها أن تمنع زجبهم إلى المراكز الصفية وكذلك أيضا جبهات الكتال سواء مع الحوثي أو حتى مع الميليشيات الأخرى الأطفال هم مستقبل البلاد والحرب ستقف الآن أو بعد الآن ولكن يظل الأطفال هم مستقبل هذه البلاد وهم الذين سيقومون ببنائها بعد انتهاء الحرب ألقاكم في حلقة أخرى من حديث المساء وفي مدنة ترجمة نانسي قنقر